أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من بودكاست يلي سعى جانا أنا دكتور جانا بورسلان واليوم الحلقة عن اللي بيقولوله شو قصتك مفصوم كأنه فصمت علي هيدا الشريك يلي مرة كتير منيح وبجنن ومرة تاني ما بعرف شو صار له بس هيدا مش اللي عنده حالة مرضية أو انفصام أو فصام لأ هيدا بيقولوله بالأجنبة سبلتينج يعني كل حبيب هو معرض لها الحالة من أقوى وأغرب الاكتشافات بالسايكوثيرابي والعلاج النفسي هو بخص الأطفال لأنه الطفل البيبي بيفكر أنه في عنده أم بتجنن ومنيحة وكويسة وبتعطيه كل شي هو بحاجة لأله عشوية قبل ما حتى يطلب وفي أم تاني مش هي زيتا رفس الشي هدي واحدة تاني مفصومة مفصولة عنها سيئة سئلة ما بتنتبه لي بتطلع شو بعرفني يمكن بالتابلت أو بالتلافان بدل ما تكون عم بتقوم بمهامة بالرضاعة أو بالانتباه لألي أو بأنه تغنجني وتحبني وتكاغيلي طيب أنه قدي قوي البيبي والاكتشاف أنه كلنا بمرحلة كنا هيك كنا مصدقين الفكرة ايه ايه عم بتقصد هيك أحكي بصوت أنه فيها شوية سخرية أو سخرية القدر ما بعرف شو بدي سميها انتوا قلولي انتوا قلتوا وأنا سمعتكن عن جد حالي من الانفصام بس أنه هادي الأم للبيبي بتنتبهله وكريمة ومحبة وبتضحك وبالطعمية وقت اللي هو بالضبط يعني يبين عن الحاجة بتكاغيله وقت اللي هو جاي عباله مش هي بس هيديك رقم اثنان يوي الله يجيبها بالديار حدا هادي مين هادي ما بعرفها شو بها فاصميت لا لا هي غير وحدة فأنه هاي ماما بس هاي ماما كمان عم تتخيلوا معي من منظور البيبي واللي منكن هلأ عنده بيبي جديد أو عم بيفكر ببيبيز أو عنده يمكن إخواته ما ضروري دايما ناس حوالي هن بها الأعمار اللي منقلهم قبل ما يصير طودلر وشوية طفل لأ بعده رضيع بعده هيك عم تتخيلوا من هيدا المنظور قدي في غرابة شو بها هاي دي هاي دي أنا بدي كيبها بالزبالي تقصدت استخدم هالتعبير لأنه الطفل بالنسبة لإله بدي يخلص منا ما بطيقة مش طائق أنت مين أنت أنا بدي هديك أمي المنيحة مش هاي دي شريرة وبيجي يوم وبيكبر شوي شوي هالبيبي وبيبطل كتير بيبي بيصير عم يكبر وبوم بيتفاجأ أنه هاي دي الأم المنيحة هي نفسة بالواقع الأم اللي بيكرهها شو هالاكتشاف بدي أرجع أطلع بعد مرة من منظور البيبي أنه أنا بيبي عم بكبر عم بستوعب أنه هي هاي دي اللي بتغنجني وبتحبني وبتعطيني الأمان والسعادة والحب واللي أنا كتير بحبها هي زيتا هاي دي اللي بتقاصس واللي بتعائب واللي ما بتنتبهلي واللي بيلا مع أصحابها واللي بترد على التلفون وقت لأنا كون جعان كيف يعني هاي زيتا لا 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 ما بيصير بيطول البيبي لا يكتشف ولا يتقبل حتى إذا اكتشف ما ضروري ما ضروري أبدا يتقبلون هيك برحابة صدر لأنه أصلا تعالوا نفكر فيه قدي هالفكرة هاي دي قدي عجيبة وغريبة وصعبة يعني نحنا كبار ومعليه يعني كيف تا طفل صغير بعده عم يرضع بقى اليوم الحلقة مش إنه عن البيبيات أبدا مش نحنا منقول للشخص اللي منحبه للحبيب منقل له بيبي أو بيبي إذا بدنا نغنجه مش بنبعط له تاكست ميسوج ومنقل له هيي بيبي نطرتك الساعة الفلانة ما تتأخر ما هيك أو هو هيك بيقلنا يعني هالولدنا مهضومة وحلوة بس تعو كمان ناخد الجزء الايجابي من كيف البيبي الحقيقة البيبي أبو سنة سنتين تلاتة لبلش يكبر ويكتشف إنه أمه هاي دي المنيحة هي زيتا هديك العاطلة يا ربي ما اللي اكتشاف طيب نحنا على كبر فعلا صعب نتقبل إنه بأول كم ديت وموعد ولقاء وها يا ربي هالشخص شو حسسني بالحب وبالأمان وتزقزقوا العصافير في بطني ويرتعشوا جسمي وكلها الأخبار ومت تبدأ بديبك واوا ما منخلص بقى حب وأشعار وغرام لأنه فعلا في يكون بالمبدأ في احتمال إنه يكون هذا الشخص صادق مش إنه عم يتضحك علينا أو عم بياخدنا بمحلات لإثبات حاجات شخصية لأله أو مكاسب شخصية على ظهرنا لا بس بعدين نكتشف لما يمكن واحد بيتجوز لما ينقل على نفس البيت بنفس المساحة إنه آه يا حبيبي البيبي هيدا هو ذاته هو نفسه اللي جاب لي أحلى بوكي ورد وأحلى مجوهرات وسمعني قطيب الكلام والأحن هو نفسه هيدا بيكب بتيابه وبيمشي ما بيهتم بجواريره هو نفسه عنده أصحاب يا رب ما بينطاقوا يا عم ما بينحمله الكيف بتتحملوا ياهن أنا بس نجتمع قفشوا في أشياء بينفصم هيدا البيبي الكبير مثل البيبي الصغير اللي عم جرب قوله هو إنه كيف البيبي بيتقبل مع الوقت وكلنا أحيان مش الكل بيقدر يوصل لمرحلة تقبل يمكن منصارع يمكن ما منتقبلها بشكل كامل إنه آه أمي فيها تكون الشخص اللي أنا كنتم فكرته عنده هالأبوة والحنية بنفس الوقت أو الأمومة بس الأبوة بشكل عام الآباء يعني بس هي زيتها هيدا اللي فيها أشياء ما بتحسسني أبداً إني مرتاحة اليوم الدعوة إنه لما تغنج حبيبك ولما تغنج حبيبك يعني بيبي وبيبي تعوني أفتكر إنه حتى البيبي قديه صغير وهش ويا حبيبي ما بيتحمل يمكن بس مع الوقت الحياة بتعلم ويتقبل أمه بشكل الكامل يا الله شو حلو إذا لما نغنج شخص بيبي نتقبله بشكله الكامل هيدا ما نهو مفصوم هيدا أنت فصمته براسك اللي عمل الانقسام الحقيقي هو أنت لأنه ما عندك الجهوزية تتقبل إنه هو نفسه يلي بالأول حبه غرام ويا الله الهيام كله سوا هو نفسه هيدا اللي بيكب غراضه ومعفشكه وكيف ما كان هو نفسه يمكن بيتأمس بالأكل هو نفسه يلي أحيان عنده مزاج مش كتير أوكي هيدا نفس الشخص مش هو الانفصم هو شخص واقع حقيقي موجود معنا على الأرض لأنه كلنا هيك لأنه guess what الموم 1 والموم 2 أو سميهم A وB أو لبدك أبجد هوز هو نفسه الحبيب يلي بحسسني عم طير أوكي على بساط على الدين وجازمن وغيره بنفس الوقت هو نفسه فيكون عنده مزاج سيء فيكون عنده طباع ما بحبه فيكون عنده بقى الفصمة مش هو مفصوم الفصمة إنه أنا بعد منضجت لأتقبل هيدا الحبيب بكامل جوانبه بكل واقعية فبدلا ماقول ييه شو غزعيش بالأول هلا هلا ومن جوه يعلم الله في كتير هيك أقويل إنه من بره هلا هلا وكذا بس هي لأنه نحنا ممجهزين نتقبل حالنا بشكل كامل بداية وبعض بشكل كامل كم مرة أنت بتغلط مع أهلك مع أصحابك مع مجتمعك مع زملائك بالشغل بترجع بتتقبل الموضوع بتقول إنه ماشي الحال طيب ليه بدك تعطي لحالك هالكارت بلانش أو هالجوكر هالبطاقة اللي بتاخدك إنه إيه ما علي أنا بحق طيب هيدك ما ما بحق إليه يكون هيك بشمولية معينة بقى قدي حلو نتقبل البيبي هلا بحكي عن البيبي الكبار أوكي بعلاقاتنا بعلاقاتنا الرومانسية قدي حلو نتقبلهم إنه يكونوا يكونوا مثل ما هنة على حقيقتهم بدون ما نحنا نجبرهم ييه خاب أملي بعد ست شهر من الزواج رفت لأنه نيع لأنه ما بيصير لأنه هيدا ما نه ببرر إنه إذا فيه مشاكل بالعلاقة نشوف علاج للكوبلات أو الثنائة نشوف علاج نفسي لقلنا للآخر ما بيلغوا بعض بيتماشوا مع بعض ولكن ما رح يكون فيه شخص كامل الأوصاف هذا كامل الأوصاف هذا ما أنه موجود ما رح كامل الغنية لأنه ما أنه موجود خلصيت معلاش رح نفوت على السنة الجديدة 2024 بعدنا عم نتخيل إنه شوف شو قلت عم نتخيل يعني هو بي مخيلتك يعني هذا وهم فالأفضل من أنه نضلنا هيك عم النط عفوا يعني عم النط من موعد لموعد ومن لقاء لقاء خلص يمكن إذا الحقت وبدك تكون بعلاقة بدنا نتقبل هيدا الشخص كيف هو بالحقيقة بكامل جوانبه وندعي إنه هو يتقبلنا كمان لما تعكس هالموضوع تتخيل في مراية شوف هو كمان شو هيقلك عن نفسك الجميلة أوكي فهدي هي اللعبة اللعبة مش إنه نلاقي الشخص الكامل والمناسب جدا بجميع الأطباع والأوضاع ولا ما في منه اللي في منه هو إنه هيدا شخص موجود الحقيقة هو الموجود أما الكامل منه موجود بدك تقضى لك عم تفتش كل حياتك يمكن ما تلاقيه ويمكن إذا أنت كمان مفكري إنه في هيك زوج سوري رح أقلك إيها هيك ضغرة ما إنه موجود بقى بايبي لما نغنج نتذكر حتى البيبيز بينصدموا بالواقع طبع أمهم ما علي بيتعودوا إنه هاي هي زيتا في ناس بينجحوا إنه يتقبلوا هالفصمة وبيبطل مخن عم يفصم شفت كيف حولت الموضوع من الآخر ييه هو مفصوم فجأة منيح فجأة كذا سيكون great lover وأحيان رح يكون bad سيء قدي أنت فيك تتقبل هون شطارتك قدي أنت فيك تتحمل هالفكرة هون براعتك إن شاء لا تكون عجبتكن هالحلقة أنا بانتظار كل تعليقاتكن إذا عندكن أسئلة بليز تركوا ليها على السوشال ميديا هاندلز كلها أنا ناطرة شوف على تيك توق شوفي على الإنستغرام وعلى الفيسبوك اللي هن كلهم الهاندلز موجودين بصندوق وصف الحلقة ما تنسوا تعملوا متابعة follow subscribe على كل هالقنوات اللي ذكرتها وبشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجي بحلقة جديدة باي